بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج حياة المصلفين ونرحب مجددا بضيف البرنامج دائما الأستاذ عباس ألوها بشمري حكم أستاذ عباس ألوها أهلا ومرحبا نذكر المشاهدين الكرام بأننا من حلقات عديدة نتناول معصية النبي آدم عليه السلام لا من القرآن لأن هذا الموضوع تناولناه في حلقات عديدة هذه المرة نتناولها في روايات المعصومين صلى الله عليه وسلم تناولنا رواية والرواية الثانية التي تناولناها في الحلقتين الماضية هي على لسان الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم في الحلقة الماضية وصلنا إلى مرحلة تناول فيها أستاذ عباس إلى قضية مهمة وقال أن قضية السجود لآدم عليه السلام كان فيه اختبار وابتلاء وقال أن قيامة الملائكة قامت وكان هناك ابتلاء وامتحان واختبار وما إلى ذلك وفصل في الحديث لدينا محاور أخرى تتعلق بهذا الأمر ولكن قبل ذلك لا بأس أن نقرأ الرواية الخاصة بالإمام حسن العسكري عليه السلام الحديث مرعي في تفسير قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الإمام يقول إن الله عز وجل لما لعن إبليس بإبائه وأكرم الملائكة بسجودها لآدم أعتقد هذا محور الحديث لا بس أن نكمل ونعود نستعلم أستاذ عباس على بعض ما دار فيما بيننا في خضية حديث السجود والملائكة إن الله عز وجل لما لعن إبليس بإبائه وأكرم الملائكة بسجودها لآدم وطاعتهم لله عز وجل أمر بآدم وحوى إلى الجنة وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وما إلى ذلك شجرة العلم شجرة علم محمد وآل محمد الذين آثرهم الله بها دون خلقه هذا كلام الإمام العسكري فقال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة شجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناول النبي صلى الله عليه وآله وعليه وفاطم والحسن والحسين عليهم السلام بعد إطعامهم من اليتيم والمسكين والأسير حتى لم يحسوا بعد مجوع ولا عطش ولا تعب ولا رصف طيب هناك تكمل الرواية سيد عباس تتحدث عن قضية الشجرة وما في الشجرة ولكن دعنا نعود إلى الحلقة الماضية سيد عباس فصلتم في قضية سجود آدم وإباء إبليس إنه لم يسجد وطرح بعض التساؤلات تطرح عن إبليس لماذا لم يسجد وفصلتم في قضية الملائكة قلتم هذه القضية كانت على مراحل هذا الأمر الأول أثرتموا هذه القضية حدثت على مراحل البعض يتصور القضية حدثت في محفل واحد واجتمعت فيه الملائكة ومع ذلك أنت قسمت العالم إلى فترتين ملائكية وبشرية وقلتم بعض الاستدلالات ولكن نحتاج إلى استدلالات أكثر أستاذ عباس عن هذه القضية قضية هل يمكن أن يكون هناك فعلا قيامة قامت للملائكة هل هناك استدلالات أخرى تستدل بها من القرآن على قضية ابتلاء الملائكة وقيامتهم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين طبعا قامت قيامتهم مو يعلق في الذهن بأنه يعني ماتوا وأحياهم الله والبعث كما في مفردات القيامة عندهم بما يتعلق بالبشر نعم لأنه البشر لهم أجساد وهذه الأجساد تتحلل وقضايا العمر وما إليه يعني نحن لا نقول بأنه هناك فترة هي مشابهة لفترة البشر من حيث الكيفية والشكل والحيثيات وإنما يتعلق الأمر بأنه هناك ابتلاء وامتحان وحالة من الارتقاء لأنه أيضا عندما نقول هناك قيامة قامت يعني قبلها كانت هناك فترة إعداد وابتلاء وامتحان لغرض الوصول إلى غايات يفترض بأنها يعني ألهمت وبينت وجعلت بالشكل الذي يستطيع الممتحن بأنه يقدم إيجابة وفقا للمنهاج المطروح ارتقاء ارتقاء لابد لذلك إذا نحن من نسأل نقول مثل الملائكة كيف تميزه يعني كيف يكون هذا سادات الملائكة وهؤلاء ليسوا من سادات الملائكة نحن أمامنا لنقول مفترق طرق إما أن نقول بأنه الملائكة كائنات غير مختارة وهذا الحالة نقفل البحث أصلا صحيح يعني البحث يقفل إذا كان الكائن غير مختار لأن غير المختار لا عدنا إلى امتحان ولا عدنا إلى ثواب ولا عدنا إلى عقاب هذا إذا كان غير مختار طيب نبدأ بهذه النقطة كيف نستدل على أن الملائكة كائنات مختارة كائنات مختارة من جهة أن الله سبحانه وتعالى في نفس القصة عندما يأمر بالسجود وهناك من يتخلف معناها تخلف بإرادة منهم والذي سجد وامتدح على هذا السجود بإرادة منهم لأن المتحة والذم لا يكون إلا للكائن المختار إضافة إلى ما بينه القرآن الكريم من أنه مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة في آيات معينة ذكر بأن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذه كلها إشارات إلى وجود كائنات مختارة امتداحهم بعدم المعصية امتداح ناشئ مع وجود القدرة على المخالف لذلك حتى نحن في مباحث العصمة عندما نقول بأنه موالينا معصومين هذه إشارة إلى أنهم معصومون عصمة اختيارية وإلا لو كانت قهرية لسقطت قضية المدح في هذا الجانب فمن هذه الناحية القرآن حافل بأنه الملائكة تتصرف وتتحرك وتفعل وكل هذا الفعل الله تبارك وتعالى يميز فيه الملائكة تمييز الملائكة من هذه الجهة الاستفسارات التي تذكرها الملائكة حتى عندما يكون هناك قضايا مرتبطة بالموت والحساب نلاحظ بأنه حراك الملائكة حراك فيه اختيار وفيه مثلا أسئلة مثل فيما كنتم هذه كلها دلالة على أنه هناك كائنات مختارة ولو كانت هذه الكائنات غير مختارة لما أصبح أصلا الإيمان بها إيمانا لازمة يعني أنه أنت تؤمن بوجود كائنات هي مطوعة لله بإرادتها لأنه هو الأصل في خلق الكون أنه هناك كائنات مريدة يعني لو كان الكون ليس فيه كائنات مريدة ما كانت له تلك القيمة فمن هذه الناحية نقول بأنه استدلالنا على أن الملائكة كائنات مختارة يلزم بأنه بلغ مقامات القرب ومقامات أن يقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذه القضية يطرحونها باعتبار بأنهم بلغوا مراتب من المعرفة ومن التسبيح ومن الرضوان بحيث يكون هناك امتياز فيما بينهم أصلا صح هل نبني قاعدة بأن كل مخلوق خلقه الله البشر الجن الملائكة مخلوقات أخرى قدلان عالمية لا بد أن يكونوا مختارين لا بد أن يكون هناك كائنات مختارة أساسية وهناك كائنات غير مختارة لكن مسخرة للكائنات المختارة يعني الكائن المختار هو الكائن الذي يمتلك إرادة يكون فيها قادرا على الجحود يعني قادرا على الإيمان وقادرا في نفس الوقت على عدم الإيمان يعني على الكفر طيب من هنا يكون الكائن مختار إذا كائن يسقط عنه قضية أن يكون مريدا يعني عفوا كافرا أو مؤمنا فيخرج عنه قضية بأنه هو كائن مريد حتى وإن تحرك حراك معين هذا الحراك ناشئ عن حياة جعلها الله تبارك وتعالى له مثل الأشجار مثل بعض الحيوانات حتى وإن امتلكت شيء نحن نفسره بأنه نوع من الإرادة إرادة معينة ممكن أن تتلمس فيها حاجاتها لكن الإيمان والكفر هو الأساس الأساس أنه أنت تستطيع بهذه الإرادة بأنه تعصي في هذه الحالة أنت كائن مريد مختار إذا لم يكن هناك إمكانية للمعصية مو حصول للمعصية لكن لا يوجد إمكانية يعني لا تستطيع إلا أن تكون هكذا مثل النار مثلا أنه النار مضيئة فهذا الحالة اللي في النار أنه مضيئة ما ممكن أن تأتي النار وتقول بأنه النار ممكن أن تكون مظلمة هذا على ما نضربه كأمثال كأمثال هسا الله تبارك وتعالى كيف يخلق لكن إذا قلت الإيمان والكفر فالإيمان والكفر يعني هناك كائن مريد مختار لماذا؟ لأنه الكفر في الخارج لا ينوجد الإيمان في الخارج لا ينوجد أين ينوجد؟ ينوجد بعنوان كونه فعل الكائن المريد المختار ففعلي في الطاعة هو الإيمان فعلي في المعصية هو الكفر أما في الخارج لو جردنا الكون عن الكائنات المريدة المختارة بعد ما يوجد عندنا عنوان للكفر لا يوجد والإيمان ولا يوجد عندنا عنوان للخير والشر لا يوجد لأنه كل الأشياء هي خير محف يعني هي ما دامت فعل لله فمعناها أصبح الخير والنور متى نجد أنه هناك لا يتحقق كفر ويتحقق الشر عندما يكون هناك كائن مريد مختار صحيح ويفعل فعله في إنتاج الشر أو في المعصية يسمى شرا وهكذا طيب السيد عباس بعد هذا الكلام يحتمل أن يكون هناك مخلوقات بعد عالم البشر باعتبار أنكم ذكرتم أن عالم الملائكة كان سابق لعالم البشر لذلك نستطيع القول يمكن أن يكون هناك قبل أن أنتقل لهذا الموضوع لأنها قضية يقول لك أحد لماذا أنتم تقولون بأن هناك عالم ملائكي قامت قيامته ثم انطلقه في رحلة تكليفية أخرى من نوع مختلف التي هي من نوع التمهيد وتعبيد الطريق لتحقيق الغاية المثلة في قضية ظهور الأنوار المحمدية كيف هذا يكون نحن عندنا الكون مبني بناء معين لا بد من تهيئة الأسباب واللوازم للكائنات المريدة المختارة التي جعلها الله غايته في خلقه فإذا لا بد مثلا إذا ناقشنا وقلنا الله تبارك وتعالى لماذا أنبأ الملائكة بأنه جعل في الأرض خليفة خلقه يجعل خليفة وينتهي الأمر صحي إذا إنباء الملائكة بأنه جعل في الأرض خليفة معناها هناك أدوار عليكم أن تتهيأوا لها هذه الأدوار لو نرجع إلى القرآن سنجد بأنه الملائكة عندهم أدوار بحيث يكون هنا في تماس مباشر مع الحياة البشرية أو مع عالم البشر بهذا العنوان بحيث عندنا في القرآن الكريم يذكر بأنه الملائكة هي التي تنزل بالوحي الملائكة هي التي تأتي بالبشر الملائكة هم يستغفرون الملائكة يدخلون في عالم التدبير ويتعلق كثير من قضايا الخلق بهم الملائكة تتعلق قضايا الإماتة بهم توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكل بكم ملك الموت زين تأتي إلى آيات لها علاقة بمن يغضب الله عليهم من الأمم ويبين بأنه هناك من الملائكة من يأتون شون أرسلنا إليهم رسلنا فمن جاء مثلا قوم لوط المرسلين ينزل العذاب عبر الملائكة الملائكة الله تبارك وتعالى يمد بهم الرسل للنصر فإذا القضايا متداخلة صحيح هذا يعني بأنه عندما قال الله تبارك وتعالى للملائكة أني جعل في الأرض خليفة أول قضية لازم نفهمها نفهم بأنه هذا الأمر لو لم يكن هناك علاقة مباشرة ووظائف على الملائكة أن تديرها لما كان الإنباء ذو قيمة يعني ما قيمة أني فقط أخبرك يعني الله أخبرنا هو لي ما يخبر مثلا الآن الله أخبرنا بأنه هناك نار جهنم ما وقت نار جهنم قال 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 بعد أنتموتون وتبعثون ويكون يوم قيامة تأتي عندكم قضية أنه فريق في الجنة وفريق فيه هذا أنبأنا بها رب العالمين قالنا عنها بس هي سنعيشها ما نعرفها يعني إلى أن نموت هي ما موجودة لماذا أعطانا يا الله هذا الخبر حتى أنه أنت هيئ نفسك لذاك العالم قضية ترغيب وترهيب فمن قال أني جعل في الأرض خليفة يعني معناها هيئ أنفسك أدوار عندما قال توديها الملائكة آه أني خالق بشرا من طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي هذه معناها الله يخبر الملائكة بأنه أنا سيكون هناك أمر معين هذا الأمر معين يستلزم منكم قضية معينة وهي السجود إحنا السجود كمفردة من نقرأها نقرأها وكأن ما هي سجودها كحركة هي غريبة لأنه مثل الولاية بالضبط يعني الآن من نقول الله تبارك وتعالى أمرنا بولايته وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والزكاة وامراك عوان ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني الآن أنا والي أقول الله أمرني بأن والي علي طيب هذه هم ثلاث كلمات أمرني والي علي بس هذه الموالات عبارة عن ابتلاء وامتحان مستمر من البلاغ إلى أن أموت يعني كلها ما هو طريقتي في العمل ضمن هذه الولاية شنية الثمرة مالتها هذه الولاية ثمرتها الحقيقية الثمرة الدنيوية موجودة لأن جاي أبني ذاتي بس ثمرتها في الفوز في الآخرة في الآخرة أفوز هذه كلها اللي هي جملة والي علي عبارة بسيطة جدا إذا فهمتها أنا والي علي يعني أقعد أقول علي ولي الله علي ولي الله ليس بهذه الطريقة هذه قضية عملية تنتد على طول حياتك أنا محب لي علي أحب علي حتى مفردة أحب علي الحب إذا ما ترجو يعني بالنتيجة الآن حياتك إذا كنت تريد أن تطيع الله في هذا الجانب حياتك كلها أصبحت نذر أصبحت حياتك كلها عبارة عن مجموعة تفاصيل مرتبطة بهذا الأمر وبهذه الحقيقة لذلك تجد كثير من المؤمنين حياتهم كلها من تبدأ إلى أن تنتهي هم في قضية ما يعبر عنه الخدمة ما يعبر عنه حالة الارتباط والانتماء بحيث لا يفكر ولا يعمل ولا كذا إلا وتصب كل الأمور في هذه الولاية الله عندما قال للملائكة فقعوا له ساجدين هي بذات العنوان أنه أنتم عليكم الآن أن تهيئوا أنفسكم في هذا الجانب نحن في ولاية أمير المؤمنين لهم أدوار في حياة البشر من تنطلق صحيفة العمل في يوم القيامة في ولاية أمير المؤمنين هذا العنوان حتى نقابله في قضية السجود لآدم ضمن هذا العنوان رح نجد أنهم متميزين نحن رح نجد أناس في أعلى عليين في ولاية أمير المؤمنين أخوة تمن قارن أنا ما قارن قارن نفسنا مالك الأشتر مثلا لا في ولاية أمير المؤمنين مؤكد لا قارن نفسنا نبي سلمان المحمد لا عمار بن ياسم فعندنا شخص مثلا أصبحوا إيقونة في هذه الولاية ميزاتهم غير ميزات وهناك الأقل وهناك الأقل وهكذا فإذا أنت عندما تريد تتحدث الآن ما الذي جعل هذه التمايزات ما الذي جعل عمار عمارا الذي جعله هو مقدار ما تشبع به وما بدل فيه في ولاية أمير المؤمنين كعمل كعمل واعتقاد يعني تفاصيل لا تنتهي في هذا الجانب لأنه القضية مقضية جهد عضلي هذه لحظات من الإخلاص والنقاء بمثابة الشيء الذي يعني كيف أنت مثلا أن تريد تجلي المعدن الثمين كل ما هذه ازداد بريق فأنت ما تعرف لحظات تمر من الانتماء من الاستيعاب يعني هي قلوب بخلصة والله تبارك وتعالى بمقدار الإخلاص يكون هناك التجلي والفيض فمن هذه الناحية نحن لا نعطيها بعدا معينا يكون فيه يعني كأن إنسان يشتغل أو يعمل عضليا وإنما نقول حالة من الصفاء والارتباط بحيث تبقى أنت منشد انشداد على أعلى ما يكون لولاية أمير المؤمنين من هنا تتميز إلى درجات ويكون هناك أناس أعلى من سواهم الملائكة في ذات السياق فقعوا له ساجدين إذا سويته ونفقت فيه من روعي فقعوا له ساجدين عندنا ماذا إذن عندنا حالة عملية واضحة على الملائكة أن تقوم بها عليها أن تهيئ نفسها تهيئ نفسها لكي ترتبط بها قضايا التكاليف في عالم البشر أو عالم الخلافة لأننا قلنا من البداية ماذا مهدنا مهدنا إلى أن أصل الإنباء ناشعا أن هناك أدوار صحيح هذه الأدوار منوطة بالذين يستطيعون أن يقدموا أعلى مراحل الإخلاص في السجود فأيضا تمايزت الملائكة إلى أن وصلنا إلى إبليس الذي انحدر انحدارا كليا عندما امتنع عن السجود أن هذه الفترة كلها التي هي فترة إعداد لنفسه هو كان يشتغل بالعكس كان يحاول أن يكون منافسة لآدم كان يحاول أن يأخذ المقام بالضبط مثل ما حصل عند البشر عندما أمرهم أمير أميرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باتباع أمير المؤمنين وولايتي وجعل خلافة في علي بنبي طالب وبايعوه بإمرة المؤمنين إلى أن بدأوا يريدون أن يقولوا هم أمراء المؤمنين هم من تنطبق عليهم هذه الصفة فإذن الحالة تكون بهذا الشكل من هذه الناحية نستوعب بطريقة يعني لنقول أكثر وضوحا من أنه نعم الله تبارك وتعالى عالم البشر لأنه يضم الأنوار لأن الأنوار تكون من فلابد من إيجاد كل اللوازمة التي تؤهل أو تؤمن لهذه الأنوار أن تصل إلى المقامات التي الله تبارك وتعالى خلقها فيها أصلا في عالم الوجود يعني إحنا عندنا هذه التصورات التي أيضا مهمة أن نستوعبها إحنا عندنا الله تبارك وتعالى من يخلق الكائن الغائي يعني من يخلق نور نور نبي الله صلى الله عليه وآله لأن أول ما خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أول ما خلق الله نور ابتدعه من نور ذاته نور النبي أول ما خلقه الله هذا النور الله سبحانه وتعالى كل ما له علاقة بالكمال الذي يصله الخلق جعله الله فيه يعني لا يوجد ما هو أعلى من هذا النور مطلقا ضمن هذا الاعتقاد لا بد أن الله يهيئ اللوازم ليوصول هذا النور إلى نفس المقام لكن عن طريق الواقع وعن طريق الفعل وعن طريق الشهادة وعن طريق رحلة الإيمان اللي نلاحظها في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعليه مرتبطة بالإسرائيل والمعراج مثلا يعني رحلة الإسرائيل والمعراج كأنما هي حالة من الالتقاء بذلك النور يعني الرسول تمكن باختياره بمجاهداته من أن يصل إلى أن يحقق ذلك النور الذي الله تبارك وتعالى خلقه ابتداء فإذن الملائكة لا بد أن تكون من ضمن اللبنات التأسيسية التي تمكن الكائنات الغائية للوصول إلى الغاية التي الله تبارك وتعالى وضعها في عالم الوجود طيب سنعود إلى سؤالي قضية وجود عوالم أخرى نعم أكرر السؤال يحتمل أن يكون هناك عوالم أخرى مخلوقات أخرى بعد البشر وهل يمكن أن نقول قد تكون هناك مخلوقات قبل الملائكة ولكن هذه الأمور بعد الفاصل لا تسمعوا إن شاء الله مشاهدي الكرام فاصل قصير ونتواصل معكم في هذه الحلقة برنامج حياة المصطفى وقفت يوما أصيح على سفوح الجبال والشمس ينبو عنور وجنة من ظلال نديت يا يا جبال أهديك أحلى سلام فعاد صوتي وقال أهديك أحلى سلام عجبت من لا يقول ولم يكن في الحقول على امتداد المدى إلا أنا والصدى كذاك يا أصدقاء جزاء أعمالنا إن كان خيرا فخير أو كان شررا فشرقا مثل ارتداد الصدا إننا نراها غدا إننا نراها غدا عدنا معكم من جديد مشاهدينا كرام ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية في هذه الحلقة برنامج حياة المصطفين ودعني أرحب مجددا بضيف البرنامج الأستاذ عباس ألوها بشمري هياكم من جديد أستاذ عباس عباس فترتين فترة ملائكية وفترة بشرية يحتمل أن يكون هناك مخلوقات بعد البشر أم لا أولا حتى الملائكة والبشر والجن نستطيع أن نقسم الكائنات إلى كائنات مريدة وكائنات مقهورة يعني غير مريدة دعنا نقول بها الحالة ستختلف الملائكة يختلفون عن البشر بالكيفيات والإمكانيات المتاحة لهم في قضية الانتقال في قضية الحركة في قضية تأدية بعض المهام صحيح وإلا في الجوهر الأساسي الكائن المريد لا يختلف سواء كان ملكا أو كان بشرا أو كان جنا يعني مثلا البشر عنده اختيار إرادة مختارة الملائكة عندهم إرادة مختارة صحيح الجن عندهم إرادة مختارة طيب هذه الإرادة المختارة تتحقق أو تظهر تتحرر وتظهر كأفعال ضمن المحيط واللوازم اللي متاحة إلها صح يعني أنت الآن لو كنت عندك إمكانية بذات هذه الإرادة بأنه تخترق السماوات وتطير وتذهب بسرعة عالية جدا أنت إرادتك هي واحدة الأدوات هي التي تختلف لذلك البشر بدأت يعني بالأعصر الأخيرة تمكنوا بالتكنولوجيا من أنه يطيرون إلى يخرجون خارج الغلاف الجوي بدأوا يحققون ويعملون برامج ضمن هذا النطاق بس إش وقت استطاعوا ذلك من بدأوا يضيفون لنفسهم الأدوات بحيث إرادتهم ترتبط عادة باللوازمة التي من شأنها أن تبيح لهذه الإرادة من أن تتحول من قضية أمنية أو عزيمة مجردة في النفس إلى حالة قابلة للتحقق في الخارج فإذن الملائكة إذا تجلس مع ملك يعني مثلا نضرب أمثلة الآن في القرآن الكريم عندما أرسلنا يقول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هذا الحوار بشري هو تمثل بالبشرية وأصبح الحوار بينه وبين مريم حوارا بشريا بامتياز وهي لا تميزه أصلا عن الحالة البشرية يعني لأنه التمثل عند الملائكة يصل إلى مرحلة بأنه الأنبياء بعض الأنبياء لا يستطيعون أن يميزوا صحيح فلوط مثلا وهو من الأنبياء إبراهيم إبراهيم عندما جاءه المرسلون أوجس منهم خيفة عندما رأى أيديهم لا تصل إليه من قدم لهم الطعام أوجس في نفسه خيفة منهم إذن هو لا يميزهم عن البشر المطلق إذن الناحية الإرادية الناحية اللي ما تقتضيه الإرادة كإرادة من أنه أنت تستطيع أن تعبر عن فكرة تعبر عن إيمان معين عن معتقد معين هي حالة واحدة لكن الاختلاف باللوازن الاختلاف بالجسد يعني البشر مثلا يمتلك جسد معين وهذا الجسد المعين ما عنده إمكانية بأنه يعني يخرج أو يتسارع إلى السماء لوحده بينما كائنات أخرى مثل الملائكة ما أنها مريدة لديها إمكانية على العروج فمن هذه الناحية نقول بأنه حتى ذا تعددت المخلوقات يعني أنت أن حار مثلا في أنه هل هناك كائنات ممكن أن تبتلى وهي غير البشر هي مريدة سواء كانت بهيئة البشر أو بهيئات أخرى فهذه القضية بواحدة أنه توجد كائنات الله تبارك وتعالى يجد بأنها مرتبطة بالغاية الأساسية اللي يجب أن يعني هذه النقطة اللي يجب أن لا نغفل عنها أنه الخلق كله نظام نظام ارتباطي شجري مو نظام انفصالي بمعنى يعني غاية الله من خلقه إذا ثبتت بأنها محمد وآل محمد فلا يمكن أن يخلق الله مخلوق لا علاقة له بهذه الغاية ممكن أن ما إلى علاقة بي يا آني كشخص ما إلى علاقة بيك ما إلى علاقة بالأرض لكن إلى علاقة بمحمد وآل محمد لأنهم هم هم الغاية من الخلق ما معنى أنهم الغاية من الخلق بمعنى إن الله ما دام غير محتاج لأن يخلق الخلق وبين بأنه غايته من الخلق هو ظهور النور المحمدي فإذا كل الأشياء ارتبطت بهذا النور وكل الأشياء تكون ناشعة عما يستلزمه هذا النور أو أيضا ما يبثه هذا النور من الرحمة فمن هذه الناحية نقول أنه الأشياء بالنتيجة النهائية غير منفلتة وغير منفصلة بحيث حتى عندما قلنا بأنه هناك دور ملائكي الدور الملائكي ارتبط بماذا ارتبط بمحمد وآل محمد لأنه سجود وهذه النقطة الرئيسية في الموضوع سجود الملائكة لآدم كان عندما أنبأهم بأسمائهم لو أن آدم ما أنبأهم بأسمائهم ما كان السجود ليتحقق لأنه السجود إنما تم باعتبار آدم جسر سيوصل إليهم هذا السجود ليس سجود تكريم أو سجود تحية كما يفهم البعض وإنما هذا سجود بمعنى الخضوع والانقياد لأجل تحقيق ثمرة ما هي هذه الثمرة إن هذا عارف بمحمد وآل محمد الأنوار التي لم تستطع الملائكة أن تنبئ بأسمائها قالوا سبحانك لا علم لنا الله عندما قالت الملائكة بأنهم يسبحون لله ويقدسون له قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني اعتقدوا بأنه غاية التسبيح عندهم وأنه غاية التقديس عندهم عندهم القدرة على التقديس والتطهير وهم يسبحون يعني يعلمون ما ذات المقدسة من الكمال والقدس فمن هذه الناحية الملائكة اعتقدت بأنه هذا غاية المعرفة عندما عرضت عليهم الأنوار ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم قد بلغتم كمال التسبيح والتقديس ماذا قالت الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا معلم لنا أصبحت قضية الملائكة هكذا أنهم وجدوا القيمة الحقيقية التي شغلتهم عن كل شيء فقط هم يعيشون هذه الأنوار لأنه عبارة سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا هذه إلا ما علمتنا يعني بأنهم متعطشين إلى العلم مو هذه كلمة بأنه أنت ما نعرفهم ذول لأنه أنت ما قايل أننا عليهم هذه العبارات مو بهذا المعنى هو بينما هي السائدة هذا المعنى يعني لأنه استعمالاتنا هذه النقطة أيضا لازم نبعي استعمالاتنا إحنا تأثر على الناس إحنا هكذا نستعمل الواحد يسألني سؤال أستاذ بالصف مثلا يسألني سؤال يقول لي يتجاوبني على هذه المسألة أقول له إحنا ما ماخذيها هتما مطينا إياها ما شو معرفني به هتما غير تعلمني إياها يلا تسألني إحنا عبارنا هي بنفس الطريقة أنه أنت ما معلمنا أسماءهم لا الفكرة أنه سبحانك لا علم إلا ما علمتنا هذا دعاء بأنه علمنا لأن هذه الكائنات سبحانك هذه الكائنات على أعلى ما يكون من النور والشغف عند الملائكة بالغ أوج في قضية القرب والمعرفة فلذلك بدأت الرحلة بهذا الشكل بأنه آدم يعلمهم عندما علمهم آدم وقعوا ساجدين يعني خضعوا وانقادوا للمعلم لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى مرحلة أن تظهر هذه الأنوار أن يتشربوا منها بذلك النور فمن هنا يكون الملائكة إخلاصهم في السجود لآدم هو في الحقيقة إخلاص لما شهدوه من نورانية هؤلاء وآدم بالنسبة إليهم يمثل جسرا أصلا آدم عليه السلام يعني مع ما له من المكان والعلم لم يدهش الملائكة وإنما أدهشهم الأسماء التي علمها يعني الآن وهذه القضية أعتقد إليها علاقة بموضوع الشجرة لأن الآن الرواية لو تلاحظون أنه رواية الإمام العسكري عليه السلام يقول بأنه شجرة العلم شجرة علم محمد وآل محمد الذين أثرهم الله بها دون خلقه نعم وفقال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة الشجرة العلم فإنها لمحمد وآله خاصة دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم ومنها ما كان يتناول النبي وعليه وفاطمه وحسنه وحسين بعد يتعامل المسيون وكذا وهي شجرة تميزت بين أشجار الجنة أن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوع من الثمار والمأكول وكانت هذه الشجرة جنسها تحمل البر والعنب والتين والعناب وسائر النواع الثمار والفواكه فلذلك اختلف الحاكون لذكر الشجرة فبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا نعم كيف ربط سرعباس قد البعض يستغرب الحديث عن قضية معصية وسجود ملائكة ولعن إبليس وإخراجه من الرحمة والإمام انتقل إلى موضوع الشجرة وربط الشجرة بعلم محمد وآله محمد صلى الله عليه مجمعين نعم هنا يريد أن يبين الناس يعني نحن ممكن أن نأخذ لنقول يعني بعض التفاصيل البسيطة طيب أنه هذه عندما يقول أنه هذه شجرة العلم وهي خاصة بمحمد وآل محمد معناها بأنه المدار يدور حول ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه رسول الله لو أنه هذه الشجرة فقط بالنسبة إليه وبالنسبة لآله تحقق الكمال الذي لا ليس فيه أي معصية أو تهافت وإنما يكون كمال في كمال إذا اقتربوا لهذه الشجرة يعني خلنا نوضحها بشكل آخر طيب لماذا الله تبارك وتعالى ينهى عن قرب هذه الشجرة لأنه هذه الشجرة ستؤثر إلا على محمد وآل محمد هؤلاء فقط من هذه الشجرة لا تؤثر على ما يبلغونه من كمال العبودية التي أرادها الله تبارك وتعالى إذ تعين في علمه خلق الخلق يعني بمعنى آخر هذه الشجرة عندما يأكلها أي شخص غير محمد وآل محمد معناها سيصدر عنه شيء ولن يبلغ حتى لو يم تصدر عنه معصية لن يبلغ مقام القرب الذي يريده الله تبارك وتعالى إذا اعتبرنا مثلا للتشفيه أنه مقام القرب مئة بالمئة مقام تحقق العبادة موما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون نقول هذه الغاية تعينت في علم الله الشجرة هنا كل من أكل منها إلا محمد وآل محمد سيتسبب هذا الأكل بأنه لا يحقق العبودية على وفق المنظور المثالي الذي أراده الله سبحانه وتعالى فالمئة بالمئة لنقول خاصية محمد وآل محمد فقط اللي بعد ذلك سيكون هناك حالة من التناقص عن هذه المرتبة هذه التناقص طبعا عند البعض متبلغ مرتبة بأنه يفقد العصمة 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 مرتبة معينة ممكن أن يشترك فيها كثير من المخلوقات الذين يصطفيهم الله معصومه لكن أن تصل إلى نقطة أنه تكون أنت وجودك مستلزم لخلقك يعني أنه في علم الله أنه هذا الكائن لا بد أن يخلق لأنه يحقق الكمال الدار على كمال الباري هذه غير متحققة إلا لمحمد وآل محمد حتى وإن أكل من الشجرة لأن هذه الشجرة عندما أكل منها آدم ماذا ظهر؟ ظهرت السوآت سوآت طيب في الحالة التي يظهر للكائن السوآت يعني في الحالة التي يظهر للكائن ما يرتبط بالغرائز الشهوية الجسدية المادية في هذه الحالة من ممكن أن يصمد بحيث يحقق المرتبة المثالية محمد وآل محمد لذلك قال هي شجرة العلم علم معناها لأنه العلم لا ينفصل مطلقا عن المعرفة الإلهية التوحيدية الحق لأنه العلم ماذا نقصد بالعلم؟ علم الفيزياء الكيمياء شون العلم؟ العلم هنا هو المعرفة بالله التي لا يمكن أن تأتي أي رغبة أو شهوة أو غريزة فتطيح بها أو تخفف منها أو تشغلك عن من عليك أن تنشغل به وهو الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية إذن لمحمد إذن الناس في هذا المقام ارتباط بما قبله أنه كل جاي يتجه نحو الغاية لأنه هذه الشجرة يجب أن تكون خاصة لمحمد وآل محمد بمعنى أنه مقام محمد وآل محمد في القرب على مستوى الواقع وعلى مستوى الظهور لا يتحقق إلا من خلال المرور بهذه الشجرة مرور بهذه الشجرة وهي شجرة العلم كما ذكرتم سرعباس معنى كلام الإمام شنو أنه شجرة تميزة بين أشجار الجنة أنه سارة أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار الآن نتقل إلى قضية الثمار وما تحمل كل شجرة باعتبار هذه الشجرة تحمل جميع أنواع الثمار قضية ماديم ارتبطة فعلا بالثمار أو أنه هناك معنى آخر يعني أنا أستطيع أن أقربها بهذا الشكل وأرجو أنه يعني أتمكن إذا أدي وقتي نعم الآن من يأكل الإنسان يبنى من خلال هذا الأكل ومن خلال هذا الثمر الجسد صحيح إحنا عندما نتحدث عادة ونقول الكائنات النورانية الكائنات النورانية هل في مقام النور كانت تلبس الأجساد البشرية الهياكل البشرية اللي نعبر عنها الآن بهذه الأجساد بدلا هل كانت في تلك الحالة النورانية مرتدية أو حالة أو موجودة في هذا الجسد المادي نقول لا يبدو بأنه الجسد المادي أصلا ارتبط بالأكل من الشجرة يعني غير محمد وآل محمد لا يمكن أن يصل إلى مراتب العلم المقرب إلى الله بالشكل الذي أراده الله ومن أجله خلق الخلق الله إلا محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام ولذلك تلاحظ أنت مثلا الحالة اللي وصل لها مولانا الإمام الحسين الإمام الحسين عليه السلام كل الصراع بالنتيجة النهائية هو صراع ناشئ عن وجود هذا الهيكل البشر في مرتبة العطش في مرتبة ما يتعلق بسبي الذراري ما يتعلق بالقتل نفسه يعني بالنتيجة النهائية هذا الجسد يشكل تلك الحالة اللي هي تكون يعني ابتلائية على أعلى ما يكون في موضوع أن تكون مع الله أم تنجر مع غرازك أن تكون مع الله أم تحافظ عليه لأنه سيشكل بالنسبة إليك حالة من من الأنس ومن الوجود ومن الأمان ومن كل الأشياء يعني الآن أخوف ما يخوفنا نحن البشر هو مفارقة هذا الجسد كيف تلاقي لحظة الموت هي لحظة تنفصل فيها عن الجسد يعني لحظة الموت هذه اللي عندنا نجدها بأنه هاجس ومرعب هي اللحظة اللي تسلم فيها هذا الجسد بالرغم من أنه هذا الجسد مرتبط بالشقاء لأنه لو لاحظ نرجع إلى القرآن الله تبارك وتعالى عندما خاطب آدم قال له فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى والشقاء بالفعل تم نتيجة وجود هذا الجسد كل ما له علاقة بالشهوات كل ما له علاقة بالأمراض كل ما له علاقة بالفناء أو الموت كل الأشياء مرتبطة به كل الحاجات اللي مرتبطة به هذا الجسد ابتداءا من محاولة العثور على لقمة العيش انتهاءا بمن تخاف عليه من أنه يمرض أو يتأثر أو يتعرض إلى كل الأشياء مرتبطة بالجسد فإذا هذا الجسد سيكون في لحظة معينة فارقة هو السبيل للوصول إلى ذلك النور لكن من خلال ما هو موجود في الجسد وكيف يتحرر الاختيار فعندما يقول الله تبارك وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ افْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ هذه الآية عندما ننظر إليها ونجد بأنها نزلت عندما بات أمير المؤمنين في فراش رسول الله وهذه الحالة هي حالة تضحية بالجسد فكل ما له علاقة بالجسد من خلال الأكل من هذه الشجرة بدأ يتحرر باعتباره ابتلاء وباعتباره أداة للوصول إلى مقامات معينة هذه المقامات الله أعدها لكن من دون أن تلبس هذا الجسد وتعيش هذا الجسد ليس تلبس هذا الجسد كما تلبس الثوف لكن تعيش حالته الغرائزية تعيش احتياجه ثم تهدد به ثم يأتي أحد ويحاول بأنه يعتدي ويقتل وأنت تبقى صلباً ملتفتاً إلى أنك مع الله ولا تتزحزح هذا يعني هناك مثلاً افتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدة طيب هم بماذا ابتلوا لو كانوا لا يبتل يكون الأتساد ما يوجد عنوان لهذا الابتلاء فالابتلاءات من ناحية الإغراءات والشهوات نجد بأنه لها علاقة بهذا الجسد وكل هذا اللي إعنا الآن نجمع في هذا الجسد نجمع من خلال الثمار يعني بالنتيجة هذا الجسد هو عبارة عن مكونات ترابية ناشئة عن الغذاء فالشجرة فيها مرموز المرموز لذلك الإمام يقول كلهم اللي حكوا هذه الحكاية كلها صحيح لماذا يقول لأنه هذه الشجرة تحمل جميعاً وعشية ما المقصود إذا رجعنا عليه إحنا الآن أتسادنا جايتين بني من خلال ما نأكله من ثمار فإذن في ذلك العالم اللي يختار فيه آدم بأنه يرتدي هذا الجسد ويأكل بحيث يكون هناك يعني الجسد وشهوات هذا الجسد موجودة وهو يرتدي هذه المرتبة الإمام يقول بأنه هذه المرتبة الله تبارك وتعالى يعلم بأنه فقط رسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين يستطيعون عندما ينزلهم الله بالهياكل البشرية أن يحافظوا على ذلك الكمان ويصلوا إلى مقامات الرضوان من دونهم عليه أن لا يقترب وهذا عليه أن لا يقترب قلنا أنها ليست بالمعنى الحرفي اللي إحنا ننظر إليه وإنما على المعنى الكشف عن أنه القضية الأساس فيها هو محمد وآل محمد فعليكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة لأنه هذه النقطة نقطة جوهرية وأساسية في النصوص أنه عندما تظهر مقام أهل البيت لكي تلتفت إليه عندما يظهر الله النهي الشديد عن قرب ما هو خاصة محمد وآل محمد يقول لك عليك أن تلتفت أبقى ملتسقا بهم لا تفرط لأنه عندما تقول هذه شجرة العلم فإنها لمحمد وآل محمد إذا لا أخذ إلا عنه يعني الآن شجرة العلم وغيرهم ما مسموح لأن يتناول من عدها بمعنى بأنه أنت ليس لك أن تنفرد ليس لك أن تتقدم محمد وآل محمد لأنه إذا تقدمت عليهم أصبحت علما وتريد أن يأخذ منك الآخرون وهذا هو الأساس وهذا هو محل الإشكال الذي حصل يعني نهي الله عن الشجرة هو نهي بهذا العنوان أنه هذه الشجرة من يقترب الكان طبعا جاءت بعنوان أنه النهي لآدم باعتبار آدم يمثل عنوان للجنس البشر صحيح عنوان أحسنت أستاذ عباس إن شاء الله نكمل في مبحث معصية آدم عليه السلام في رواية المعصومين عليه السلام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله شكرا جزيلا حياكم الله حياكم وشكرا لكم مشاهدين الكرام والتقانا إن شاء الله أسبوع القادم وحلقة جديدة برنامج حياة المصطفى انتقبل تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله